موسيقى مساء الخير عشرة أيام على الزيارة الخاطفة للسعودية انتهت بشبه عوداء حيث ينتظر اللبنانيون رحلة إياب الرئيس سعد الحريري بين يوم وآخر وما انتهى فعليا هو مخطط المملكة العربية السعودية في لبنان الذي كان سيقلب هذا البلد رئيسا على عقب لكنها في أسبوع واحد وجدت أن الانقلاب ليس نزهة وأن العالم تحرك لحرية الحريري ولبنان بخلافاته ونزاعاته السياسية صار بلدا بكرامة وغضب أخطأت المملكة في حق لبنان وفي حق نفسها عندما احتجزت رئيسا وأجبرته على الاستقالة وعندما فوضت إلى السبهان والبخاري أمر التصريح تهديدا وإساءة إلى بلد يراه أبناؤه عظيما وراكمت الأخطاء بتدبير اللقاء وبدفع الحريري نفسه إلى مقابلة جرت داخل المعتقل لكن رئيس الحكومة خرج منها سالما معافا إلا من بعض الردود لكونه لجأ إلى المواربة كتم الغصة ولم يبق البحصة واضطر إلى إعلان أنه كتب الاستقالة بنفسه غير أن اللبنانيين يعرفون رئيسهم من أخطائه اللغوية ومن عباراته وهفواته التي أحبوها على علاتها وهم قادرون على تمييز كتاباته من الكتبة الخارجيين سقطت السعودية في الإملاء ونجح لبنان في حروف الهجاء التي ترجمها إلى الدول الغربية فاندلعت المواقف الداعية إلى حرية الرجل وكان موقف الخارجية الأمريكية أكثرها تشددا في وضع حد للاحتجاز وعلى مستوى الضغط سجل التحرك الفرنسي والمواقف البريطانية والإيطالية وقبلها الرأي الحاسم للاتحاد الأوروبي وغدا سوف ينطلق السباق بين عودة الحريري وتحرك وزير الخارجية جبران باسيل في رحلة ديبلوماسية ضاغطة تبدأ من فرنسا وهذا التحرك ليس بعيدا من عائلة الحريري نفسها وعليه فإن الضغوط الدولية نجحت في حرب التحرير وسقطت معها خطة تلزيم إسرائيل حربا بالوكالة عن السعودية لضرب لبنان واستجرار أمريكا إلى صدام مع حزب الله ومن خلفه إيران أما على ضفة المخيمات فقد جرى إحباط إشعالها عندما استدعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرياض وطلب إليه تسليم دفة المخيمات إلى المعتمد الخريجي محمد دحلان وهنا تحسب خطوة الرفض لأبو مازن بمسعى من اللواء عباس إبراهيم وفي ضوء هذه الخطوات إن نفذت كان سيضطر الرئيس الحريري إلى عدم العودة ورئيس الجمهورية إلى دعوة الاستشارات نيابية ملزمة تأتي برئيس لا يمثل المستقبل ليندلع النزاع في لبنان ولنتخيل أن رئيسا استفافيا كان رئيسا للجمهورية فأي حال كنا عليها ماذا لو لم يكن ميشيل عون على الكرسي الأول وبإجابة من وحي بعض الماضي الرئاسي لكان لبنان قد تفتت ذهبا على خشب اليوم مرحلة جديدة أدركت معها المملكة أنها خسيرة الرهان وأنها قد تعيد حساباتها جديا قبل عواصف الحزم الفرعية فلبنان لم يكن اليمن وسعد الحريري ليس عبدرب منصور لا بل سيعود منصورا